اجتماع الحنان ووفد الإطار ينتهي بعيدا عن الإعلام الصدر يغرد بلا شرقية ولا غربية والعامر يقول كان إيجابيا جدليات المناصب تستمر داخل البيوتات السياسية منصب رئاسة جمهورية يشغل الكرد ومحافظ كاركوك ينضم للتسوية والسنة يبحثون عن الحلول قد بلغنا رسميا نحن شفنا بالتواصل صورته وصورة النحر وتفاجأنا يعني مش لنا نتوقع هذا الموضوع بمشهد ليس جديد على وحشية المجاميع المتطرفة عائلة العقيد ياسر تفجع بنحر ولدها والحكومة تتوعد بالقصاص وفي تقارير نشر فوضى تشابه الأسماء تستمر كربلائي يفقد حقوقه وأمواله تتعرض للحجز بسبب متهم يضارعه بالاسم حياكم الله مشاهدين الأكارم هذه نشرة إخبارية مفصلة دون بيان ختامي أو مؤتمر توضيحي غادر وفد الإطار التنسيقي الحنانة منهيا اجتماعا تم التكتم على ملفاته إعلاميا مع زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر وكان على رأس وفد الإطار رئيس اعتلاف الفتحة هادي العامري مع رئيس هيئة الحجد الشعبي فالح الفياضة والأمين العام لحركة أهل الحقة الشيخ قيس الخزعلي ولم يتم إعلان أي تفاصيل أخرى عن مجريات الاجتماع وعقب مغادرة وفد الإطار الحنانة نشر الصدر على حسابه تدوينة أعاد فيها التأكيد على حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية وتزامنت تغريدة الصدر مع بيان مقتضب لمكتب العامري يأكد فيها على أن لقاء مع الصدر كان إيجابيا وممهدا لاجتماعات أخرى لاستكمال ضمانات النجاح في بناء دولة قوية مؤكدا أن هناك لقاءات أخرى قريبة في النجف وفي بيان قريب لما أعلنه مكتب العامري قال المتحدث باسم حركة عصائب أهل الحقة محمود الربيعي إن الاجتماع بين الصدر ووفد الإطار كان مثمرا الربيعي ذكر أن لقاء قادة الإطار مع زعيم التيار الصدري سيمهد لجملة من اللقاءات المستقبلية لحسم البيت الشيعي أمره تجاه تشكيل الحكومة المخبلة هذا وكشف عضو الإطار التنسيقي عن تحالف الفتحة سالم العبادي عن سيناريو تشكيل الحكومة الجديدة ولقاء رئيس تحالف الفتحة هادي العامري المرتقب بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في الحنانة وقال العبادي إن الإطار التنسيقي يمتلك الآن أكثر من تسعين مقعدا وبإمكانه أن يكون الكتلة الأكبر ويشكل الحكومة ومشيرا إلى أن الإطار التنسيقي لديه تفاهمات كبيرة مع القوى السنية والكردية كما أن زيارة رئيس تحالف الفتحة هادي العامري إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من المتوقع أن تؤدي لإنفراج في السياق أكد القيادي في اتلاف النصر أحمد الوندي أن الاتفاق على البرنامج الحكومي هو الكفيل بتحديد من هو رئيس الوزراء المقبل وقال الوندي إن انتهاء المصادقة من قبل المحكمة الاتحادية وإعلان رسائل أو إعلان إرسال النتائج إلى رئاسة الجمهورية أصبح أمرا واقعا بأن تكون هناك حركات سياسية من أجل رسم ملامح الحكومة المقبلة مشيرا إلى أن بدء الحركات السياسية بالتفاوض أصبح مطلبا اجتماعيا وسياسيا وعرض برامجها الحكومية من أجل الوصول إلى اتلاف سياسي يحدد ملامح الكتلة الأكبر إلى ذلك هاجم السياسي المستقل عزة الشابندر مفهوم الأغلبية الوطنية الذي يدعو إليه السيد مختدى الصدر وقال الشابندر بتغريدة له إن المشروع السياسي الذي يقبل بجمع الحزبين البارتي واليكتي ويجمع تحالف عزم مع تقدم ويستبعد مكونا سياسيا بعينه هو مشروع توافقي بامتياز بحسب تعبيره الإيجابية والمسؤولية هي أبرز ما ساد الاجتماع الذي جمع وفد الإطار التنسيقي بالسيد الصدر في منزله بالحنانة فالاجتماع هو الأول بعد المصادقة على نتائج الانتخابات وكذلك الخطوة الأولى في مسار تشكيل الحكومة المخبلة المزيد في هذا التقرير لا شرقية ولا غربية حكومة أغلبية وطنية بهذه الكلمات غرد السيد الصدر على منصة التواصل الاجتماعي تويتر وكأنه أراد الكشف عن فحو الاجتماع الذي جمعه بوفد الإطار التنسيقي الذي ترأسه زعيم تحالف الفتح هادي العامري في منزل الصدر بمنطقة الحنانة في محافظة النجف الأشرف فاللقاء هو الأول بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات والثاني من نوعه الذي يجمع الإطار التنسيقي بالصدر اللقاء أيضا سادته الإيجابية والانسجام والمسؤولية هكذا كان الانطباع عند عصائب أهل الحق بعد لقاء الأمين العام للحركة قيس الخزعلي مع زعيم التيار الصدري والذي يشدد على أن قوة البلاد تتمثل في اتحاد المكون الأكبر ولم تتوقف تلك النظرة الإيجابية عند حركة أهل الحق بل إن تحالف الفتح أيضا كان من أبرز القوى التي أشادت بمخرجات اجتماع الصدر في الحنانة وهو الذي يفسر بوضوح ما أكده هاد العامر في بيانه إن لقاءات قادمة ستجمع تلك الأطراف مرات ومرات والغاية منها استكمال ما يضمن النجاح في عملية بناء الدولة وليس بعيدا عن أجواء الاجتماع الذي جمع الصدر بوفد الإطار التنسيقي فأن ثمة مصادر كشفت أن ذاك الوفد حمل رسالة للصدر تتضمن أمرين في غاية الأهمية الأول أن لا تجديد للرئاسات الثلاث والآخر لا حكومة بلا زعيم ائتلافي دولة القانون نور المالكي كذلك وفد الإطار التنسيقي وضع أمام الصدر ثلاثة خيارات لتحديد الاتجاه الذي يرغب في سلكه تشكيل حكومة توافقية من كل أطراف البيت الشعي ولا خيار آخر أو الذهاب باتجاه المعارضة لكن خيار التوافقية هو الأرجح بين حكومة الأغلبية أو الذهاب إلى المعارضة وهذا ما يطمح إليه الإطار التنسيقي في تشكيل الحكومة المقبلة التي لا شك بأنها ستحتاج لمزيد من التواصل ونفس طويل في الإقناع وقدرة عالية في تغيير الخيارات اشتركوا في القناة أعلن القيادية في الاتحاد الوطني الكردستاني غياثة سورجي عن اتفاق الكتل الكردستانية على موقف موحد في مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة وقال السورجي أن الكتل الكردية اتفقت على الذهاب إلى العاصمة بغداد بموقف موحد للمشاركة في مفاوضات تشكيل الحكومة مبينا أن بعض الأحزاب الكردية الأخرى بيّنت موقفها في اختيار جهة المعارضة وعدم المشاركة في الحكومة إلا أنها سيكون لها دور في البرلمان الجديد هذا وأكد الاتحاد الإسلامي الكردستاني ضرورة الإسراع بتشكيل حكومة وطنية خدمية في العراق وذكر بيان للاتحاد أنه يؤكد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الدستورية عبر انعقاد جلسة البرلمان الجديد المنتخب وتسمية مرشحي الرئاسات الثلاثة والإسراع بتشكيل حكومة وطنية خدماتية تصون هيبة الدولة وتعالج الأزمات مؤكدا أن الاتحاد يجدد التأكيد على خياره في البقاء معارضة لأنه يرى أن وجود قوى المعارضة ضرورة مرحلية لمنظومة الحكم كشف حزب الديمقراطي الكردستاني عن حسم ملف رئاسة الجمهورية خلال الأيام المقبلة علي الفيلي عضو الحزب الديمقراطي قال إن منصب رئاسة الجمهورية اقترب من الحسم فيما بيّن أن منصب محافظة كاركوكا سيدخل ضمن المناصب التوافقية بين حزبه والاتحاد الوطني الكردستاني وأشار الفيلي إلى أن هناك العديد من المناصب التي يمكن من خلالها تسوية الخلاف داخل البيت الكردي كشف عضو تحالف عزم أحمد الجبوري أن مرشح التحالف لمنصب رئيس البرلمان ينحصر بين ثلاثة أسماء وقال الجبوري إن المرشحين للمنصب هم كل من محمود المشهداني وخالد العبيدي وثابت العباسي مبينا أن التحالف سيعقد اجتماعا بحضور جميع نوابه وقيادته لحسم مرشح وحيد لمنصب رئيس البرلمان مشيرا إلى أن عزم عرض المرشحين على الكتل السياسية الأخرى بمعزل عن تحالف تقدم لافتا إلى أن اجتماع الإطار بالتيارة سيحسم مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة هذا وكشف رئيس تحالف العزم خميس الخنجر عن أن جولته الخارجية برفقة محمد الحلبوسي كانت من أجل شرح الوضع في العراق وقال الخنجر في تغريدة على تويتر إن جولته الخارجية كانت من أجل شرح حاجة الاقتصاد العراقي إلى دعم الأشقاء والأصدقاء مشيرا إلى أنه لم يسمع في هذه الدول رؤساء وأمراء وقادة إلا الحرص على وحدة العراق واستقراره دون أي تدخل في ترشيحات ومناصب وتحالفات وهم ملتزمون بدعم من يتفق عليه العراقيون فقط مراثون المفاوضات وتشكيل التحالفات انطلق من التيار والإطار السيد الصدر استقبل قادة القوى الشيعية في الحنانة وأعين الكرد والسنة على ما سينتج من الحراكة المتسارعة للبيت الشيعي ما صادقت المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات التشريعية حتى سارعت القوى السياسية الفائزة إلى لملمة أوراقها التفاوضية لتشكيل الحكومة وتوزيع المناصب فالبيت الشيعي هو صاحب الجدلية الأكبر نتيجة انقسامه على جبهتين جبهة التيار الصدري الذي يصر زعيمه على حكومة أغلبية وطنية وجبهة الإطار التنسيقي التي ترى في التوافقية مخرجا لانتهاء الأزمة انقسامه اندفع أقطاب الإطار التنسيقي إلى رد زيارة بغداد الأخيرة للسيد مقتدى الصدر نحو محل إقامته الرئيس في حننة النجف الأشرف على أمل تقريب وجهة النظر والوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف الإطار يربو على 85 مقال ولكن لا يريد الانفصال عن جزئه الآخر اللي هو سيد الصدر جزء آخر مهم في الإطار التنسيقي في البيت الشيعي لا يريد الذهاب بمفرده أن يتحالف مع السنة والكرد أو هو أن يعلن من نفسه وبالتالي مجرد الإعلان هي نقطة غاية في الأهمية سواء كان التيار من جهة والإطار من جهة مجرد أن يعلن أحدهما أنه الكتلة الأكبر هذا سيعقد المشهد من حيث التعاطي السياسي أما البيت السني والمتمثل بقوتين فائزتين هما تحالف وعز بقيادة خميس الخنجر وحزب تقدم بقيادة محمد الحلبوسي ثم فوضته مستمرة حول منصب رأسة البرلمان ونائب رئيس الجمهورية وفي ظل إصرار داخلي لتقدم ورض خارجي لعادة التجديد بولاية ثانية للحلبوسي رشح تحالف عن ثلاثة أسماء هم كل من محمود المشهداني وخالد العبيدي وثابت العباسي لتولي رأسة البيت التشريعي المقبل تقدم هي التي تمثل الأغلبية السنية أنا ذاك ممكن أن يكون الشخص الذي تطرحك أما أن يكون الحلبوسي أو بديل عن الحلبوسي يجب أن يكون في إطار الأغلبية التي ستتوافق فيما بينها مع تقدم مع الديمقراطي الكردستاني في إيجاد برنامج وترشيح شخص يتناسبون ومسألة حكومة الأغلبية فيما تسير المفاوضات داخل البيت الكردي بذهب الحزب الديمقراطي الكردستاني نحو البدء بالحوارات مع بقية الأطراف الكردية والسياسية الأخرى في بغداد مطلع العام المقبل حول تشكيل الحكومة وحصة الكرد فيها من المناصب السياسية فضلا عن وجود مساعد لنملمة الأوراق الداخلية وتوحيد الكلمة والمجيء بوفد مشترك من جميع الأحزاب الكردية مصطف علوش رابعة بغداد سادة الأكرم للمزيد من التفاصيل ينضم معنا في الستوديو ضيفا كريما عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني الأستاذ مهدي عبد الكريم مرحبا بك أستاذ سيد الكريم بداية هل اقتربت القوى الكردية من حسم أمرها فيما يتعلق بمنصب رئيس الجمهورية بداية تحياتي لك سادة علي المحترم حياك الله وشنا مشتاقين هل الله يبارك جناب هاي واحدين تحياتي لقناتك ومشاهدك الكرام حياك الله حضرتك تعرف أنه كانت هناك تفاهمات وتقاربات وكانت هناك خاصة بين الحزب الكبيرين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني نعم وهناك بناء تحتية نقول على أسس اتفاق هذه الاتفاقات ووصلنا إلى أشواء قطعنا أشواء كبيرة خاصة ما يخص منصب رئيس الجمهورية وأعتقد الأيام القادمة إن شاء الله بعد عيات رأس السنة سيتوجه وفد مشترك من الحزبين متفقين على شخص رئيس الجمهورية وأيضا هناك محافظ كركوك وبعض المناصب الموجودة إن شاء الله سيكون اتفاق كامل بين الحزبين والمجيبين ما موضوع محافظ كركوك؟ محافظ كركوك الآن لحد هذه اللحظة أقدر أقول لك يعني يبحث بعد عيات رأس السنة لحد هذه اللحظة ويعني أعتقد رؤية القيادة الكردية وخاصة زعم مسعود البرزاني لديه رؤية على لملمة البيت الكردي وأن يكون كلمة واحدة وتطلع واحد ومجيئة إلى بغداد دفاع عن حقوق شارع الكردي والشعب الكردي بوفد مشترك واحد وهذا ما يصب إليه القيادة الكردية وأن يكون موقف محدد الأعزاب الكردية خاصة الديمقراطة والكردية طيب لماذا تعلق القيوة الكردية تأخيرها على حساب البيت الشيعي أي بمعنى إن كانت قد أنهت مباحثاتها لماذا لا تعلن صراحة عن ذلك؟ شوف أستاذ علي الكل قبل يعني بعد انتهاء الانتخابات الكل بدأ ينتظر هي خطوات يعني الكل بدأ ينتظر نتاج المحكمة الاتحادية وتصديقة على نتاج الانتخابات وهذا ما تم فعلا قبل هذه الفترة كانت هناك مباحثات وتحاور ولقاءات بين جميع الكتل السياسية من أجل وضع لبنة بين هذه الكتل المتقاربة بالرؤى متقاربة بالمشتركة مشتركات بياناتهم فكانت هذه الكل بانتظار الآن بدأت الخطوة الأهم نقول عليه نقطة الشروع من أجل تشكيل هذه الكتل السياسية أو الكتل الكبرى أولا ثانيا الاتفاق على الرئاسات الثلاثة الأهم منها أن هناك أوقات محدودة زمنية الآن الكل ملزم بهذه التوقيتات الزمنية وخاصة بعد 15 ومن يجب أن يكون هناك أول جلسة ومن خلال هذه الجلسة يكون اتفاق على الرئاسات الثلاثة إذن هناك بداية العملية السياسية بحذافيرها ونقول عليها الشروع الأولاني الآن كل شان ينتظر أنه ما سوف تسبر عنه الكتلة الأخ الأكبر البيت الأكبر البيت الشيعة والمكون الشيعي لأنه يعتبر أهم منصب لدى العملية السياسية بالشكل العام أنه هو منصب رئاسة الوزارة فلهذا السبب الكل كان بانتظار أن يكون هناك أولا انتهاء من عملية تصديق النتائج الانتخاب وثانيا نمضي بتشكيل هذه الكتلة الكبرى والكتلة السنية والكتلة الكردية كانت هناك إن كانت خلافات تم إن كان بالنسبة للمكون السنية حسب الموجودة الآن والمعطيات الموجودة أنه هناك اتفاق بين الطرفين التقدم والعزم على شخص رئيس الترلمان أيضا لدى القوى الكردية تم الاتفاق على هذا الأمر وهذا ما سوف يسهل على عملية أنه يكون تحفيز إلى المكون الشيعي على أن يكون هناك اتفاق على شخصية رئيس الوزارة وهذا ما سوف يحدث عليه طيب نأخذ موضوع محافظ كاركوك بشكل أوسع يعني هناك حديث عن دخول منصب محافظ كاركوك ضمن دائرة مناصب التسوية بين الاتحاد الوطني والديمقراطي يعني كيف تعلق على هذا المساعدة أولا نظرة الأبوية الموجودة لدى القيادة الكردية والجزائية حيث مسعود برازان هذا واحد اثنين هناك استحقاقات انتخابية جنابك يعرف أنه حزب الديمقراطي الكدستاني أعلى المقاعد أتى بها وضمن استحقاقاته إن كان رئاس الجمهورية وإن كان المحافظ كاركوك هذا تم الاتفاق عليه ويتم الاتفاق عليه برضى الطرفين باعتبار إن كان رئيس الجمهورية وأعتقد 100% أجزم أستطيع نزمنه تم الاتفاق على هذا جمهتين الطرفين وحتى محافظ كاركوك سوف يكون هناك اتفاق بين الطرفين على شخصية مقبولة لدى الطرفين باعتبار أنه الكتلة الأكبر داخل مجلس محافظة كاركوك هي الأغلبية الكردية خلقوا عليها لدى المجلس المحافظة من حق هي أن يكون لديه محافظة كردية طيب هل هناك تقارب بينكم وبين الأحزاب السنية وهل ممكن الانضمام إلى جهة سياسية شيعية ما نشوف احنا أولا أفصل كيها بينه بين الكتلة السنية والقوة السنية لحد هذه اللحظة ما أعتقد يوم ما كان لدى القوة الكردية مع القوة الشيعية مع القوة السنية أي قطيعة أو لا سامح الله كانت توجد هناك خلافات ولكن لا تصل إلى القطيعة لهذا السبب نحن مع المكون السنية أعتقد هناك مشتركات ورؤى مشتركة بين الطرفين ومعمول بها من زمان فممكن خاصة هناك طرف كل مهم وهو القيادة الموجودة لدى الحزب الديمقراطي الكردستاني باعتبار الأب الروحي الآن للأمة الكردية المتمثل بالزعيم المسعود برزا لديه مقبولة دا كل كتلة السياسية إن كانت كردية إن كانت السنية إن كانت الشيعية هذا واحد ثنيا الشق الثاني للسؤال هل من الممكن أن يضمام إلى الكتلة؟ الآن بوادر هامية لماذا قلت لك بدأت بعد قرار قانون المحكمة الاتحادية أو التصديق على انتخابات حتى الكتلة الشيعية والمكون الشيعي بدأ الآن نحو تشكيل مطلوب من عنده وهو الكتلة الأكبر ومن أجل إخراج رئيس الوزراء أو اتفاق بين هذه الكتلة الموجودة داخل إن كان داخل الإطار وإن كان الكتلة الصدرية سوف يكون هناك اتفاق بين الطرفين وعلى الرئيس للكتلة التي ستكون لديها الأغلبية أو لديها الأغلبية أو تشكيل الحكومة باعتبار الآن يجب أن يكون هناك برنامج حكومي قوي لدى حكومة قوية من أجل الوقوف أو المتشار العراق من التحديات التي أمانها طيب سيد مهدي في حال أعنى للإطار التنسيقي مع كتلة الصدر ما المحددات التي ستضعوها للتحالف مع أحد الطرفين شوف إحنا كمكون كردي الكل يعرفه الآن مشاكل اللي مرنا به خاصة لمدرس من طع سنة خاصة هناك مشاكل مستعصية كانت وأهمها كانت الموازنة أهم كانت الآن أهم فقرة يطالب بها المكون الكردي أو المفاوض الكردي هي تشريع قانون نفط الغاز الذي سوف يكون هو حل هذه المشكلة إنهائيا من جذورها حتى لا تتكرر علينا كل سنة إنه الموازنة ومشاكلها وما إلك وما إليك هذا سوف يحل هذا المشكلة ثانيا المادة 140 ضمن الدستور المادة 140 أيضا سيكون من ضمن الأولويات إنه نتفاوض بها معه ولو هي حق يعني مذكور بالدستور واحدة من ثقراته وإجب تحقيقات ثلاثة رواتب كيش مرق المشاكل الموجودة هاي الأهميات اللي موجودة لدى العفو لدى المكون الكردي في تفاوضة مع بقية الكتلة الذي أعتقد ما بها وحدة من عدن خارج الدستور وأعتقد الكل يعني إن كان التيار الصدري أو كان التنسيقي لديهم معلومات كاملة وهناك أولويات أو لهناك بناء تحتية بين الحزب الديمقراطي الكردي كمكون الكردي مع هذه الكتلة المادة 140 التي تنص لموقف البيش مرق هل ستذهبون مع الصدر أم مع من؟ لا شوف خاصة المادة 140 أستاذ علي المادة 140 ليس فقط على المكون الكردي أو مناطق اللي مختلف عليها هناك أيضا في مناطق بين الأنبار وكربلا بين ناصرية ولكوت وعمارة إذن هذه المنطقة هي هذه المناطق المختلف عليها حتى بداخل المحافظات الجنوبية ما يخص يخص المناطق المختلف عليها بين المحافظات الكردية يقول عليها اللي مختلف عليها يعني أعتقد إذا كان خارج الدستور فإحنا كأول العالم ما رح نقبل به طيب باعتبار أنه واحدة من فقرات الدستور تنفيذ هذه المادة اللي تنص أولا على أنه يكون يعني حتى خاصة كاركوكا كاركوكا تعتبر بالنسبة لكورية أغلبية كردية عراقية يعني ما قايل إنها غير مو عراقية طيب إذن توجهناك يكون حتى نسمع أنه الآن بيشماركا أصبحت ضمن العمليات المشتركة وحدة من منظومة الدفاع الوطني اللي موجود وممكن يتحرك إلا بأمر القائد العام القائد العام القوات المسلحة وهذا ما متفق عليه أما إذن لا مخاوف على إن كان طبق المادة 140 إن كان من صالح الكرد وإن كان من صالح بقية المحافظات ماكو أي شكال لدينا طيب سيد كريم هل أنتم مع الأغلبية التي الوطنية التي يداعي بها الصدر أم مع التوافقية شو بستاذ علي واقع حال البلد بعد ما يتحمل غير بس أنه يكون لأنه هناك تغيير أولا فيه شكل عملية سياسية ثانيا الإخفاقات اللي مرنا بها لمدة 18 سنة إلى ما وصلنا إلى تظاهرات إلى شهداء إلى تغيير المحكمة التحادية إلى تغيير مفوضية إلى انتخابات مبكرة وإلى ما حصلنا إلى إذن هناك يجب أن يكون تغيير حتى بتشكيل وهذا ما أولا يكون عامل مساعد أولا للعملية السياسية باعتبار أنه ستكون للمرة الأولى لدى النظام السياسي في العراق بعد التغيير هناك سيكون تولد لدينا نوع من المعارضة وبدت الآن عدك حوالي من 30 إلى 40 إن كان الجيل الجديد والاتحاد الإسلامي والامتداد وسيد عمار الآن انضم إلى عدم المشاركة بالحكومة إذن بدت نواة المعارضة ونتمنى أن تكون معارضة بناءة من أجل مقابيل أنه تكون تراقب عملية يعني عمل الحكومة المقبلة وتساند في نجاحها وتقف أمامها في إخفاقاتها لهذا السبب يجب أن يكون هناك تغيير أولا في عملية نظام الحكومة اللي موجود أن يكون أغلبية أغلبية ولكن نقطة مهمة الكل ما يقبل مع كل الأسف الثقافة اللي موجودة ما أحد يقبل أنه يكون داخل المعارضة الكل يريد داخل هو يكون بالحكومة هو يكون معارضة هذا مين مترهم بعد حتى الشارع ما يتقبل إذن هناك توجه سيكون اتفاق على رئيس الوزراء بالتوافق داخل البيت المكون الشيعي باعتبار الأكبر يجب أن يكون توافق من هذه الكترة السياسية أما البرنامج الحكومي الذي ذكرت جنالك سيكون هو الفيصل على عمل الحكومة المستقبلية ودعم الكتلة الأكثر لها وستكون من الرحم هذه الكتلة فيما يتعلق بالجانب السني هل هناك نية لدى الديمقراطي الكردستاني لتجديد ولاية ثانية للحلبوسي نحن مع السيد الحلبوسي أي مشكلة ما عندنا لحد هذه اللحظة وأي اعتراض مع أي شخصية يتم الاتفاق عليها بين المكون السني وأعتقد هم وصلوا إلى شرط قطعوا شرط كبير بهذا الأمر حسب المعطيات الموجودة أنه أكو اتفاق يعني لا يوجد فيتو من بلد الجانب الكردي على تجديد الولاية في الحلبوسي مرة أبدا إذا أتى باتفاق التقدم وعزم أو المكون السني ليس لدينا أي اعتراض على شخصيته ولأنه معروف طيب أنا أشكرك جزيلا شكرا كنت معي ضيفا كريما شكرا شكرا بعد مروري أو بعد مرور اسبوعين على خطفه أفاد مصدر أمني بأن عناصر عصابات داعش الإرهابية قامت بنحر مدير جوازات الأعظمية بعد اختطافه في ديالة وقال المصدر إن عصابات داعش بثت على منصات مقربة منها صورا تظهر عملية نحر العقيد ياسر علي مدير جوازات الأعظمية بعد أكثر من أسبوعين على اختطافه مع ثلاثة من أصدقائه أثناء رحلة صيدين قرب بحيرة حمرين شمال شرق بعقوبة مبينا أن أحد المختطفين عثر على جثته يوم أمس والآخر مصابا سرعان ما لفظ أنفاسه الأخيرة في مستشفى بعقوبة إلى ذلك أكد الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول أن الأجهزة الأمنية ستلاحق الإرهابيين وستصل إليهم ونعى رسول الشهيد العقيد ياسر الجوراني في تغريدة على تويتر منوها إلى أن الجوراني كان مثالا للأخلاق الحميدة والضابط المحبي لوطنه مؤكدا أن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وجه بتكثيف الجهد الاستخباري والاستمرار بالنهج التعرضية للقضاء على عصابات داعش الإرهابية بعد أن تجرعت مرارة الهزيمة بمواجهة أبطال القوات الأمنية بمختلف صنوفها ها هي عصابات داعش تحاول استعادة نشاطها الإجرامية بقتل الأبرياء بعدما أقدمت على اختطاف مدير جوازات الأعظمية العقيد ياسر الجوراني ونحره ونشر مقاطع مصورة لعمليتها الوحشية لتفجع أسرة الشهيد وأطفاله السبعة ستة ستة عشر يوما مضت على اختطاف الشهيد العقيد ياسر الجوراني ورفاقه وفي تزاحم الصلوات فزعت عائلته على فيديو نحره الوحشي الذي نشرته عصابات داعش الإجرامية على مواقع التواصل الاجتماعي ليقرع جرس العويل على فاجعة ألمت بذوي الشهيد جعلتهم يبكون ألما على ابنهم ومصير أطفاله السبعة يعني هو من يوم أربع طعاش مختطف ما نقصى التواصل يعني كل من يحتشك ناس يقولون انخطف ناس يقول موجود ناس يقول راح يتصلون بكم ما اكتشفنا حقيقة الأمر إلا أنه أثناء العمليات اللي قامت بها القوات الأمنية للبحث عنهم يلا اكتشفنا أنه موجود يم داعش احنا ما تبلغنا رسميا احنا شفنا بالتواصل صورته صورة النحر وتفاجئنا يعني مش نتوقع هذا الموضوع عنده ست بنات وولد ست بنات وولد والابن الطفل مريض بالسكر والد الشهيد يقول إن ولده صياد ماهر ويحمل هوية الصيادين لكن التركيز على وظيفته الحكومية في لحظة الاختطاف عبر صفحات التواصل الاجتماعي جعلت عصابات داعش تصر على نحره أمام العلن شاهرين فراغهم الذليل جريمة جريمة هزت قواعد الإنسانية وأثبتت للعالم أن العصابات التكفيرية تدينها إيقاظ الأكفان وقتل الكلمات هو عندها هوية من نقابة الصيادين صياد ماهر ومن الطفولة هو يهو الصيد ويفتر في كل محافظات العراق يعني وين مكان يقول له هذا مكان للصيد يروح وداعش أيضا عرفه هويته من خلال الإعلام عرفه هويته ما قدر الرجل همين يقول أنا مثلا صياد حالي من حالي صيادين لا أهالي الأعظمية كلهم أشادوا بي ورفعه لافتات من يوم الاختطاف وكلهم العالم المكانات المشتغل بي الأثر الطيب ومحبة الشهيد لجميع من حوله صفات كان يتزي بها العقيد ياسر الجوراني الذي ارتقى شهيدا منحورا على يد أبشع صنيعة ابتكرها الانحطاط الفكري المظلم أحمد ليث بغداد الرابعة أكد القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي انتهاء المهام القتالية للتحالف الدولي في العراق وقال الكاظمي إن التحالف استكمل خروج جميع قواته ومعداته القتالية خارج العراق وإن دوره بات مقتصرا على المشورة والدعم مشيرا إلى جاهزية القوات العراقية للدفاع عن البلاد ضد التنظيمات الإرهابية موجها شكره إلى الدول وقيادة التحالف الدولي وجميع شركاء العراق في حربه ضد داعش في ملف الوجود الأجنبي في البلاد أكدت قيادة العمليات المشتركة خروج جميع القوات القتالية وبقاء مستشارين فقط داخل القواعد العسكرية وذكرت القيادة إن جميع القوات القتالية للتحالف الدولي سحبت ولم يبقى سوى المستشارين مشيرة إلى أن المهمة تحولت بالكامل من القتالية إلى الاستشارية مؤكدة أن المستشارين قليلون جدا ولا يتناسب عددهم وحجم ما يطرح في وسائل الإعلام وضيحة أن المستشارين تحت إشراف قيادة العمليات المشتركة ويتم توجيههم من قبل الوزارات الأمنية قال القيدي في تحالف الفتح عدي الخدران إن مجزرة القائم التي نفذها الطيران الأمريكي بحق مقاتلي الحجد الشعبي في مثل هذا اليوم من العام 2019 ترتقي إلى جريمة حرب بحق العراقيين وقال الخدران إن المجزرة الوحشية التي راح ضحيتها العشرات من مقاتلي الحجد الشعبي تأتي ضمن مسلسل طويل من الجرائم والانتهاكات على أرض العراق مشيرا إلى أن الهدف من وراء تلك الجريمة هو إبعاد الحجد عن الحدود العراقية لفتح ثغرات تسهم في تدفق الإرهابيين دماء الشهداء وحقوقهم لا تسقط بالتقادم وإحياء ذكراهم واجب على كل مواطن من أجل ذلك أحيت هيئة الحجد الشعبي اليوم الذكرة الثانية لجريمة واشنطن بقصف مقرات الحجد في مدينة القائم بتشييع رمزي من نصب الشهيد حتى ساحة التحرير الذكرة الثانية لارتكاب الطائرات الأمريكية جريمة قصف مقرات قطاعات الحجد الشعبي في القائمة والتي راح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى تم إحياؤها اليوم في ساحة التحرير بالتشييع الرمزي استذكرت خلاله تلكم الجرائم وعمليات الخرق للسيادة والدم العراقي من قبل قوات الاحتلال العراقيين يشعرون بالانتماء للقادة الشهداء الذين حرروا هذا البلد من الإرهاب اليوم هذه الذكرة الأليمة أصبحت دافع معنا ولكل العراقيين وأيضا دافع لرض العراقيين لوجود الاحتلال الأمريكا على الأراضي العراقية نعتقد أن بات من الضروري تسليم كامل المنف الأمني في العراق لقواتنا الأمنية البطلة لا سيمهوا أن الجيش والشرطة والحشد ومكافحة الأرهاب وباقي القوى الأمنية تتمتع بقوة كبيرة ومسيطرة على الأراضي العراقية رفعت رأس الوطن رفعت الراس لي وللوطن ابني راح للوطن وآنها سذارو حمل الوطن رفعت رأسي هذا رفعت رأسي رفع رأسي وريد نصر من الله للعراقين وجيش العراق ويحفظهم بأمانة الله وبأمانة الحسين اللهم صلي على محمد والي محمد يا أبو عبد الله تنصر الجيش مالتنا نصر من الله وفتحه قريب وعلى مدى سنوات ماضية استهدفت مقرات القوات العراقية سواء كانت من الحج أم من صلوف الأمنية الأخرى لمرات متعددة وفي بعض الأحيان تعرضت تلك القوات للقص من طائرات أمريكية وهي منشغلة في صدها لتعارضات داعشية فيما سجلت معارك التحرير أيضا عمليات قصف لأرتال ومواقع عسكرية عراقية والحجة كانت هي أخطاء حقيقة هذه الذكرة هي استذكار لهؤلاء الشهداء الذين طالتهم يد الغدر من قبل أمريكا أمريكا لا ولن تتوقف عن أهدافها في المنطقة وأكيد اليوم كانت المحصلة هم هؤلاء الشهداء والضحية هؤلاء الشهداء العراقيين الذين يدفعون عن حدود العراق لا يروق لأمريكا أن يكون هناك قوة عسكرية للعراق تحامي عن حدودها وعن سماء وعن أرضها خرق السيادة وقصف القوات الأمنية بتعضد صنوفها وإرباك الأوضاع الأمنية في البلاد قد لا تنتهي إلا بتطبيق الانسحاب الكلي لتلك القوات من البلاد ومما يضمن حفظ أمن وسيادة البلاد وإيقاف اختراق الأجواء العراقية من بغداد حيدر انصيف قناة الرابعة اشتركوا في القناة مجددا تتكرر أزمة تشابه الأسماء متسببة بكارثة للمواطن الكربلائي محمد حسن الذي أفقدته راتبه وحجزت أمواله المنقولة وغير المنقولة دون أن يجد آذانا مزغية تعيد له حقوقه المهدورة مآثر طالب والتفاصيل لم يكن في حسابة المواطن الكربلائي محمد حسن عطية عند مراجعته لأحد المصارف للحصول على قرضة بأنها البداية مع سلسلة معاناة بدأت بخسارته لراتبه الوظيفي واستمرت بحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة بسبب تشابه أسماء أنا موظف بوزارة الكهرباء محطة كهرباء كربلاء الغازية ملاكي الدائم صار تقريبا أكثر من شهرين هذا الشهر الثالث راتبه مكطوع بسبب تشابه أسماء فراجعت المصرف المعني مصرف التجارة العراقي بلغوني أنه أكتشابه أسماء واحد برتبة ضابط بجهاز الأمن الخاص ودرجة حزبية بحزب البعث المقبور أمين سير فرع يقول محمد أن قرار الحجز استند فقط للإسم الثلاثي دون مطابقة بغية البيانات التي تؤكد أن الشخص المعني كان ضابطا وبدرجة حزبية عالية في حزب البعث المنحل في حين إنه لم يتجاوز الثالثة والعشرين أبان سقوط النظام السابق كل اسم طلعها من نفس الحالة اسم محمد حسين عطية فقط ثلاثي لا اسم أم لا تولد لا لقب لا أي شي فقط محمد حسين عطية ثلاثي ومكتوب قدامي الدرجة الحزبية عمين سير فرع فمن راجعت لهناك لقيت الشخص المعني الموظف المعني سألني يعني إش اسمك الرباع اللقب قلت له اسمي الرباعي واللقب اسم الأم الطيطية تولدك قلت له موالده 1979 فتفاجئ كان عمري قبل 18 سنة حتى هو بالمسالة والعدالة قبل 18 سنة بسقوط النظام بلالفين وثلاثان عمر 23 سنة هذا المواطن الذي يعيل أسرة من أربعة أولاد يؤكد أن تشابه الأسماء بتعبئا ثقيلا عليه وعلى أسرته أنا ناشد رئيس الوزراء ورئيس هيئة المسالة والعدالة إنه يشوفون يعني ينظرون هذه القضية العويصة يعني أنا موظف وقاعد داوم وبدو الراتب وما بين الروتين الحكومي القاتل وبعض الإجراءات التي تتبعها هيئة المسالة والعدالة تنتظر هذه العائلة الكربلائية وفتها القانونية المعنوية وكذلك الأجور التي يتحصل عليها المواطن محمد حسن عطية من دائرته عقب قرار يسمح له بمزاولة حياته الاعتيادية دون أي قيود لا ذنب له فيها من كربلاء المقدسة مآتر طالب قناة الرابعة الأخبار مستمرة من الرابع أهلا بكم الجديد إلى الملف الاقتصادي ارتفع النفط للجلسة السادسة على توالي في حين كسب برينتا المزيد من العرض مع صعود واسع النطاق في الأسواق العالمية لدعم الأسعار وارتفع خام برينتا القياس 23 سنة ليصل إلى أكثر من 79 دولار للبرميل الواحد وأضاف خام غرب تاكساسا الوسيط 21 سنة ليصل إلى أكثر من 76 دولار للبرميل وعوضت فئات الأصول من النفط إلى الأسهم الخسائر من أواخر تشرين الثاني الماضي حينما دفع متغير أوميكرون المستثمرين إلى البحث عن الأمان يبدو أن العام الحالي الذي يشارف على النهاية لم يحمل في جعبته الكثير من الخدمات والفرص الاستثمارية في ذقار رغم بعض المحاولات الخجولة هنا وهناك مع رغبات وأمنيات من الأهالي بتحسين واقع المحافظة في السنة المقبلة هي الأمور كما شهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان يرحل عام 2021 والإعمار والبناء وتحسين المستوى الخدمي والمعيشي أحلام مؤجلة لا يرى المواطن في أعوامه سوى تقدم الأيام سنة 2021 لا شفنا شيء لا أكو تحسن بالكهرباء لا أكو تحسن بقطاع الصحة لا أكو خدمات سمعنا بمشاريع وبدت بنهاية 2021 لكن هذه المشاريع حقيقة يعني مو بالمستوى المطلوب كانت بداية 2021 هي سنة مؤلمة بسبب الأحداث والتغييرات التي حدثت هناك أكثر من ثمان قيادات تم تغييرها بالإضافة إلى محافظ ذيقار ومنصب محافظ ذيقار مر عام 2021 على ذيقار بما يحمل من أحداث وصفها مراقبون بأنها مهمة تاريخيا لتجعل المسؤولين أمام اختبار جديد في مدى قدرتهم على تحمل مسؤولياتهم أمام المواطنين أحداث حدثت في الواحد وعشرين مهمة في حياة العراقين وحياة المحافظة أولاً زيارة البابة إلى محافظ ذيقار وإنعطافة مهمة في الجانب الآثار والجانب الثقافي أمال وتطلعات في أن يشهد العام المقبل معالجة حقيقية لمشاكل المحافظة على المستوى الخدمي والاقتصادي وتنظيم مواردها بما يتلاءم حاجة المحافظة المشاريع عام آخر مضى وهو يحمل معه متراكم أمال وتطلعات العراقيين من الأعوام السابقة يعلقها على شجرة العام الجديد ذي قرهان الحربي الرابعة سادة الأكارم ختام نشر هذا تذكير بأهم وأبرز ما جاء فيها اجتماع الحنانة ووفد الإطار ينتهي بعيداً عن الإعلام الصدر يغرد بلا شرقية ولا غربية والعامر يقول كان إيجابياً جدليات المناصب تستمر داخل البيوتات السياسية منصب رئاسة الجمهورية يشغل الكردة ومحافظ كاركوك ينضم للتسوية والسنة يبحثون عن الحلول تبلغنا رسمياً نحن شفنا بالتواصل صورته وصورة النحر وتفاجأنا يعني ما شنا نتوقع هذا الموضوع بمشهد ليس جديد على وحشية المجاميع المتطرفة عائلة العقيد ياسر تفجع بنحر ولدها والحكومة تتوعد بالقصاص وفي تقارير نشرة فوضى تشابه الأسماء تستمر كربلائي يفقد حقوقه وأمواله تتعرض للحجز بسبب متهم يضارعه بالاسم سادة الأكرم النشرة انتهت شكراً لكم لطيب المتابعة لقدمتم بخير وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة